bonsoir les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir la différence entre l'utilisation de mersi 2 et de mersi pour اليوم الدرس دينا يكون توضيح لسيما dian mersi 2 بو قشن ساملها و بو قشن سامل mersi pour كلنا تنعفو اننا فشنشقو شخصة لشي هادية او لشي معوف تنقلو شكرا لتترجم في اللغة الفرنسية ب mersi او لتنقلو شكرا جزيلا وهي mersi beaucoup الا انه احيانا تنبغيو نشكرو شخص على الشي وندكو ذاك شي او لا ذاك الجيس اللي قامنا بيه او اللي هدهنا ذاك شي اللي هدهنا في الجملة يعني تنقلو شكرا مثلا على الاهتمام شكرا على الزيارة لتترجمنا في اللغة الفرنسية ب mersi 2 او لا السؤال هو كالتالي كيفاش فوقاش نستعمل مرسي 2 فوقاش نستعمل مرسي 4 الو كين واحد القاعدة عما فاللغة الفرنسية تتقول بي انه ممكن انني نستعمل Les deux expressions Devant le nom يعني هاد les deux expressions هاد جوزيال عبارات دائمان تنستعملهم قابلا قابلا الاسم تنستعملهم Avec le nom يعني تنستعملهم قابلا الاسم وبيتالي نقدر نقول مرسي دو تا بيزيط كيف من قدر نقول مرسي پور تا بيزيط إلا أنهو يستحسن أننا نستعمل مرسي پور نتبال الأشياء يعني الأشياء الحقيقية شي حاجة اللي تنشوفوها بالعين المجردة وتنلمسوها الأشياء الملموسة مثلا تنقولو مرسي پور ليفلغ شكرا على الوعود ما تنقولوش مرسي دي فلغ ما يمكنش ما يمكنش منقول مثلا مرسي دو كادو ما يمكنش دونك تنقولو مرسي پور الأشياء ومن بعد تنذكر الأشياء اللي هي ملموسة بينما العكس صحيح نسبا لمرسي دو تنستعملها من بعد أو لا قبل عفوا نقبل الإسم المحسوس شي حاجة اللي ما تنشوفهاش بالعين المجردة ولكن تنحس بها مثلا إلا تتكلمت على الاهتمام أو لا حسن الخلق أو لا تفاهوم أو لا الحادار أو لا تنذكر مرسي دو مرسي دو مثلا مرسي دو شكرا على طيب خلقك مثلا يعني شي حاجة اللي طيب الخلق شي حاجة اللي تنحسوها ولكن ما تنلمسوهش كخلاصة تنقولو بأنه مرسي دو ومرسي بور عندهم نقطة مشاركة اللي هي أننا تنستعملهم قبل الإسم إلا أنه مرسي بور تنستعملها قبل الإسم المحسوس الملموس عفوا ومرسي دو تنستعملها قبل الإسم المحسوس لي تنحسو بي تنقولو بأنه souvent les deux propositions sont possibles ممكن أننا تنستعملهم جوجهم كيف الحال أو لا كم لكا المرسي دو تا فيزيط أو لا مرسي بور تا فيزيط إلا أنه pour et plus souvent أغلب الإلعوقات est utilisée avec un nom concret أغلب الإلعوقات تنستعملوها مع شي الملموس أو لا الإسم الحقيقي يعني شي حاجة اللي تنشوفها بالعين المجرد مثال مرسي بور الكادو شكرا على الهدية بمعنى الهدية شي حاجة اللي تنحس يعني تنلمسوها وتنشوفها فتنقولو مرسي بور الكادو بينما مرسي دو تنستعملوها بنسبة الأشياء المحسوسة تنقولو بأنه دو est plus souvent utilisée avec un nom abstrait شي حاجة تنستعملوها قبل الإسم المحسوس كان واحد استعمال آخر بالنسبة المرسي دو أنني تنستعملها ممكن أنني نستعملها قبل الفعل ويكون هذا الفعل يشترط في أنه يكون فعل الانفينيتيف دو تتفاصل في اللغة الفرنسية إلا كان عندي الكلمة ديال دو إلا كان مرها فعل فهو أوتوماتيكما تيكون في الانفينيتيف كنا ذكرنا أو لا شرحت لكم الانفينيتيف قلت لكم فاش يكون الفعل ما تكونش مستعرف تكون في الحالة الطبيعية ديالو تنقولو بأنه c'est un verbe الانفينيتيف وبالتالي تنقولو مرسي دفاع اتنشو مرسي داترو ويشوكرا على مجيئكا عنا فار أو اتر ce sont دو الانفينيتيف دو استعملنا معهم مرسي دو فهد الحالة ما نقداش تستعمل مرسي بور داترو ويشوكرا مرسي بور تنقولو د الم毕 core مهش شخص زل اتنقولو مرسي دو مرسي دو اتنشو نكف منقdro الجانيدة المغلقون. Merci de votre attention. كيف مرقب للغالقون. Merci pour votre attention. A bientôt.